السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين أحباء المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب درس النهاردة شباب هو درس متميز إن شاء الله لجميع الأعمار كل الأعمار النهاردة تكتب معنا وتحت في صندوق الوصف هسيب لكم رابط جروب الواتساب تقدر تكتب التمرين بتاعك معنا والطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة بإذن الله كله هيكتب بيها لو ده سطر الكتابة بتاعنا فأنا في البداية عايزك تعمل السبع حركات دول سبع حركات من خلالهم هتكتب بشكل سليم وهتكتب العبارة اللي معنا أو الآية الكرآنية اللي معنا اللي هنكتبها النهاردة بشكل سليم وأيضا ستكتب أي آية كرآنية أو أي كتابة أو أي سطر فيه عبارة تقدر أن أنت بسهولة تكتبها إن شاء الله أول حركة معنا وهي من هنا اللي هنا هنمشي بالشكل ده ده اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو عبارة عن حرف الألف حلو جدا دي أول حاجة معنا تانية حاجة معنا النقطة تالت حاجة معنا النقطتين في خط الرقعة بالشكل ده تالت حاجة معنا وهي الثلاث نقاط بالشكل ده عايزك برضو تعملي الحركات دي هي اللي هتساعدك على الكتابة بتاعتنا النهاردة وأتساعدك على الكتابة بشكل مميز بإذن الله خمس حاجة معنا وهي هركة كده ثم هركة كده هتيجي تقول لي يا أسد محمد ده شكله رقم اثنين أيوة ده شكله رقم اثنين حلو جدا هتيجي تعملي نقطة وبعد كده هتلف من حواليها كده ومن على يمينها وتعمل لها رقبة بعيدة عن السطر بالشكل ده كده وهتيجي تعمل لي هركة من هنا كده نقطتين في خط الرقعة وهتيجي تلفر دوران بالشكل ده كده مفتوح بالشكل ده وهتعمل كده وكأنها عقدة يبقى عندنا إيه وكأنها حركة عقدة بتعقدها وتمشي وبتصفها رحف المنتصف حلو جدا يبقى عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع أشكال هم اللي من خلالهم هنكتب الآية القرآنية العظيمة التي سنكتبها اليوم تعالى كده ركز مع حركة سير القلم أثناء عملات الكتابة إن شاء الله ستستفيد هنكتب بشكل سريع كلما هنكتبها بشكل سريع وعايزك بعد كده إن انت تركز مع الشرح هنجي في السطر ده كده وهنشرحها بشكل مبسط باستخدام هذه الأشياء الحركات اللي احنا اتفعنا عليها باستخدامها هنكتب بشكل سهل بإذن الله كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجده عندها عايزك وانت بتكتب ما تكتبش ورايا تنتظر لما نخلص شرح وبعد كده تكتب حتى بعض الناس اللي بتنشر التمرين بتاعه على جروب الواتساب بيكتبوا من تمارين أصدقائهم اللي هم أساسا بيحاولوا يحسن خطهم من خلال الفيديوهات بتاعة القناة فانت ما تكتبش من الكتبات بتاعة أصدقائك لا انت تكتب تبص على الفيديو كويس وبعد كده تبدأ تكتب تعالوا بقى نكتب هذه الآية القرآنية باستخدام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة السبع أشكال اللي احنا قلنا عليهم دول ازاي حرف الألف ده حركة من هنا ثم النقطتين هنمشي اهو ثم حرف الألف تاني اهو حرف الألف برضو هنعمل الحركة بتاعة شرط الكاف هنجي نعمل حاجة بساطة خالص عشان تقيه نباين ان احنا بنعرف ايه خط كويس شايفين وبعد كده من هنا الهنا بنمشي مقدار نقطتين ننزل سنة لتحت هنعمل النقطة وهنلف حوليها ونمشي من عليهمينها كده بالشكل ده ومن تحتها نعمل حرف الألف تمام ركز معايا ركز معايا لسه نقول حاجة مهمة حرف الدال عبارة عن ايه حركة وكأنها نقطتين وبعد كده نقطتين برضو باتجاه سطر الكتابة عايزك تركز اني بأي مشايان بمشي من اليمين لليسار بيكون باتجاه سطر الكتابة في درجة ميل دخل حرف اللام منزلش من الآلة القرآنية كلها معانا ولا حرف غير حرف الهاء الوسطية حرف الخاء عبارة عن ايه سلاس نقاط في خط الرقعة أهم دول سلاس نقاط في خط الرقعة وبعد كده من هنا لهنا بامشي حرف ألف ثم دوران بالشكل ده حركة حركة أنا مش عايزك تجيبها بالشكل ده أنا عايزك تجيبها بالشكل ده في البداية حرف العين رقم اثنين قل ما قلت لناشي يا أسر محمد لا رقم اثنين أهو وبعد كده ماشيان من اليمين لليسار باتجاه سطر الكتابة حرف ألف احنا بنحاول نسهل الأمور على الآخر أهو حرف اله ثم حرف ألف زكريا ماشيان من اليمين لليسار باتجاه سطر الكتابة النقطة حرف الكاف بيتكرر معانا حركة 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 أهو ثم الشرع اللي احنا قلنا عليها حرف الياء مع الألف عبارة عن إيه حرف الياء مع الألف يا أسر محمد حركة نقطتين ثم حرف الألف ثم نقطتين المحراب حرف الألف اللام ثم نقطة وبننف من على يمينها ومن أسفل منها كده ونمشي لأمام نقطتين نرجع نقطتين نمشي نقطتين ثم حركة حركة أهيه حرف الألف بيتكرر معانا تاني هنجيب حرف الألف فوق منتصف حرف الراء ما نجيبوش هنا كده عشان ما نسيبش مسافة بعد كده حرف البا عبارة عن إيه ماشيان وكأننا بنعمل حرف إيه راء ثم حركة وحركة نقطة وجد الواو نقطة وبننف من علي منها نعمل لها رقبة وبعد كده بنمشي نلمي السطر الكتابة الجيم عبارة عن إيه عبارة عن سلاس نقاط في خط الرقعة هنكتب دلوقتي حاجة تانية برضو وهتشوفوه وبعد كده من هنا ماشيان للأمام طلوع لفوق ثم عركة هاي عندها العين اللي احنا عملناها رقم اتنين ثم عركة من هنا ثم سنة ارتفاع لأعلى نقطتين حرف الهاء سلاس نقاط في خط الرقعة ثم العقدة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي دي ثم حرف ألف الراء شرطة شرطة ميلة كذلك حرف ازاي نفس النظام ولكن بيختلفوا في ايه احسنت في النقاط حرف القاف اهي نقطة وبنلف من علي منها نعمل لها رقبة ننزل دمسنا السطر هنا ملمسناش السطر هنا وبعد كده من هنا الهين ايه ارتفاع بحرف ايه احسنت بحرف الالف تماما شباب الموضوع سهل جدا المهم انا عايزك تكتب مرة واثنين واثناثة واربعة تعالوا بقى نكتوبها بشكل ايه سليع شوية يعني مش بطيق فنعمل كده اهو 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 الكتابة بسرعة انا عايزك تكتب بالشكل ده كده يبقى هتكتب لي بشكل رقم اه 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 اتنين اللي هو ده ثم واحدة واحدة تمشي بشكل رقم ثلاثة اهم حاجة تعمل ايه الكتابة لا بد وان تكون ببط شوفوا انا بحاول حتى اكتب لكم بسرعة بكنا تكون انتهت حلقتنا اتمنى اي حد يشاهد الحلقة لنهاية انه اشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان تنصالوا فيديوهاتنا اللي يقدر بين خلالنا يحسن خط معنا بسهولة بفضل الله قناتنا داخل على نصف مليون متدرب او نصف مليون مشترك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بمعلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه ولي ذلك والقادر عليه اترككم في رعاة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب مع السلامة